السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين اللهم صلي عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرحبا بكم مع درة جديدة من درر الحكم نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع من حكم وأقوال نطق بها السلف الصالح عليهم رضوان الله عز وجل وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة وهكذا ينتفع القلب بأقوال الصالحين وبأعمالهم أيها الإخوة الأحباب وحكمة اليوم يقول صاحبها الستر على قسمين ستر عن المعصية وستر فيها والعامة يطلبون من الله عز وجل الستر فيها حتى لا تسقط مرتبتهم عند الخلق والخاصة يطلبون من الله تعالى الستر عنها حتى لا يسقط من نظر الملك الحق أيها الإخوة هذه كلمة حكيمة قالها الإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى يقول الستر نسأل الله تعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة الستر على قسمين ستر عن المعصية وستر فيها ستر عن المعصية أن الله عز وجل يحفظك أصلا من المعصية فيجعل بينك وبينها حجابا حاجزا يصرفك عنها يصرفها عنك حتى لا تقع في هذه المعاصي التي تجلب غضب الله سبحانه وتعالى وستر فيها إن الإنسان تزل قدمه في المعصية ويقع فيها لكنه لا يجهر بها ولا يجاهر ولا يفتخر بها أمام الناس بل يستحي منها ويندم عليها يبقى هناك ستر عن المعصية وستر فيها ستر عن المعصية ألا تقع فيها أصلا وستر فيها أن يسترك الله عز وجل إذا زلت قدمك ووقعت فيها يقول والعامة عامة الناس يعني لهم مش مقربين جدا من الله عز وجل العامة يسألون الله تعالى السطر فيها يعني إذا زلت قدمهم قالوا رب استرنا خشية السقوط أو سقوط مرتبتهم عند الخلق لأن الناس لو عرفوا أن فلان هذا بيرتكب المعصية الفلانية وربما نزل من نظرهم وسقطت منزلته عند خلق الله عز وجل والخاصة يسألون الله السطر عنها خشية السقوط أو خشية النزول من نظر الملك الحق سبحانه وتعالى عينهم على الله سبحانه وتعالى أنه مش عاوزين أصلا يقعوا في المعصية لألا يراهم الله عز وجل على المعصية صحيح ليس هناك إنسان معصوم إلا الأنبياء وإلا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم يقولون يا رب عصمنا احفظنا من الخطايا احفظنا من الزنوب بعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب لا تجعلنا نقع في معصيتك فتزل أقدامنا نسألك السطر عن هذه المعصية يبقى الإنسان يطلب أولا وفي المقام الأول أن يحفظه الله تعالى من المعاصي وأن يباعد بينه وبين المعاصي فإذا زلت قدمه في لحظة ضعف من النفس أو لحظة نسيان فالإنسان يسأل الله تعالى الستراء في هذه المعاصي يسأل الله تعالى أن يستره ومن أسباب تحقق الستر أن يستر الإنسان على نفسه يعني ليس من العقل أن الإنسان يقع في المعصية ويستره ربه سبحانه وتعالى ثم يتحدث أمام رفاقه وأمام أصدقائه وأمام الناس بأنه فعل كذا وكذا من المعاصي بل ربما بعض الشباب يقول لأصحابه يا سلام لو كنت معانا في الليلة الفلانية كنت كذا وكذا وربما الرجل يستره ربه سنوات طويلة ويجلس في شيخوخته يتحدث عن معاصيه أيام الشباب وغير ذلك وهذا كله مرفوض النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن من شر خلق الله عند الله سبحانه وتعالى المجاهرين الإنسان المجاهر من هو الإنسان المجاهر؟ هو أن الإنسان يبيط يعصي ربه ويستره ربه سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من الإجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه هذا من الحمق والعياذ بالله ومن الجهل بمقام الله سبحانه وتعالى الإنسان العاقل أولا لا يقع في المعصي ثانيا إذا ضعفت نفسه وزلت قدمه يستر على نفسه أولا لألا يفضح نفسه ولألا يكون هو متفاخر بالمعصي مصيبة بعض العصاء أحيانا أن الفرح بالمعصية يكون أشد عند الله عز وجل من ارتكاب المعصي فواحد ربما تزل قدمه فيعص الله عز وجل ويرجع إلى الله عز وجل تائبا فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه إنما الإنسان يفعل المعصية وبعد كده يفرح بها ويفتخر بها أمام رفاقه وأمام الناس فهذا الفرح بالمعصية أشد من المعصية نفسها والعاقل هو الذي يستحي من نظر الله سبحانه وتعالى إليه ويعني لا يكون الله عز وجل أهون الناظرين إليه ولذلك استحي من الله عز وجل أن يكون أهون الناظرين إليك ولذلك روية في الأثر يا عبادي ما لكم تسترون الذنوب عن خلقي وتعلنونها لي أو تبارزوني بها إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فهذا خلل في إيمانكم وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم فالعاقل هو الذي يمسك عن المعصية ويبتعد عن المعصية استحياء من الله عز وجل ومخافة الله سبحانه وتعالى لا يكون كهؤلاء الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول فهذه درجة عظيمة المراقبة إنك تعبد الله كأنك تراه فإنه يراك دائما استشعر أن الله عز وجل يراك فاستحي منه طيب لو ضعفت النفس خلص برضو كما فعلت المعصية بينك وبين الله عز وجل توب إلى الله عز وجل بينك وبين الله سبحانه وتعالى ولا تفضح نفسك ولا تفضح نفسك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يبين كيف يتصرف الإنسان إذا وقعت قدمه أو زلت قدمه في المعصية يقول صلى الله عليه وسلم اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله تعالى عنها أو هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها شوف سمى المعاصي سمها قاذورات الزنا قاذورات شرب الخمر والمخدرات قاذورات إطلاق البصر للعورات قاذورات كل هذه المعاصي قاذورات خبائث والعياذ بالله فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقبحها في نظرنا فيقول لنا اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم فليستتر بستر الله تعالى وليتب إليه فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل يبقى اجتنب المعاصي طيب إذا الممت بشيء من ذلك إذا ابتليت بشيء من ذلك فلتستتر بستر الله سبحانه وتعالى ورد في الحكمة إذا ابتليتم فاستتروا ورد في الحكمة إذا ابتليتم فاستتروا بعض الناس يظنوا هذه الكلمة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وليست كذلك وإنما هي من كلام العلماء أو من كلام الحكماء التي استقوها من هذا الحديث وأمثاله فمن ألم بشيء من هذا فليستتر بستر الله سبحانه وتعالى مش مطلوب من حضرتك إنك لو فعلت معصية إنك تروح وتفضح نفسك وتطلب من الحاكم إنه يقيم عليك الحد وإنما واجب عليك أن تتوب إلى الله بينك وبينه كما سترك في المعصية وسيسترك وأنت تائب إلى الله سبحانه وتعالى وترد الحقوق سرا إلى أصحابها وترجع إلى الله سبحانه وتعالى هكذا مش مطلوب إن الإنسان يفضح نفسه مش مطلوب إنك تعترف لحد من المخلوقات أو من الخلق عن معصيك وتقول والله أعيز أعترف لك بشيء أنا فعلت كذا وكذا وكذا سترك الله سبحانه وتعالى فلماذا تفضح نفسك أقول لك فمن ألم بشيء من هذا فليستتر بستر الله تعالى ولا يفضح نفسه فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله عز وجل يعني أنت لو وصلت إلى الحاكم وثبتت عليك الجريمة ويجب على الحاكم إنه هو يعاقبك فلماذا توصلها أصلا إلى الحاكم مادمت تستطيع إصلاح نفسك ومادمت تستطيع أن تستر على نفسك هذا جانب من الجوانب يبقى سل الله عز وجل الستر واستر على نفسك ولا تفضح نفسك علشان كمان ما تبقاش قدوة لغيرك أنه يعمل المعصية يعني لو واحد قال لصديقه مثلا أو قال لحد من الناس ده أنا فعلت كذا وكذا وكذا حتى لو قالها على سبيل الندم ده أنا فعلت كذا وأنا نادم على هذا لا شأن له بهذا يقولك الناس يعيرون ولا يغيرون والله يغير ولا يعير فأعترف لله توب إلى الله عز وجل فالاعتراف بالذنب لله سبحانه وتعالى هذه توبة فالندم توبة كما قال صلى الله عليه وسلم طيب إنما الاعتراف للناس الناس لا يملكون لك شيئا إنما يعيرونك ولا يغيرونك حيث تقل أحظة ربما فلندم يعيرك بهذه المعصية التي أخبرته بها لكن الله عز وجل يغير ولا يعير سبحانه وتعالى ترد إليه بعد معاصي كثير جدا فإذا به يلقاك سبحانه وتعالى ويغفر لك كل ما مضى ويمحو ماضيك السيء بآخر عمل صالح عملته ولكن الناس قد يمحون ماضيك الجميل كله بآخر عمل سيء عملته وهذا هو الفرق بين الخلق والخالق فعلق قلبك بالخالق ولا تلتفت إلى الخلق الناس يمحون ماضيك الجميل بفعل سيء فعلته والله تعالى يمحو ماضيك السيء بتوبة إليه سبحانه وتعالى وبعمل صالح عملته معه فمن أحق أن تسعى لرضاه الله سبحانه وتعالى فإذن الإنسان لا يعترف إلى خلق الله عز وجل وإنما يستر على نفسه ثم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويندم على فعله والله عز وجل يستره في الدنيا وفي الآخر ومن أسباب الستر على النفس كذلك الدعاء إن الإنسان يدعو ربه سبحانه وتعالى أن يستره في الدنيا وفي الآخرة كان من أذكار النبع عليه الصلاة والسلام التي يرددها صباحا ومساءا كان يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عورتي وآمن روعتي اللهم استر عورتي وآمن روعتي اللهم أحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي إذن كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه لنا اللهم استر عورتي يعني استر عيوبي استر ذنوبي استر ما في من عيوب الناس لو علموا هذه العيوب التي في ما سلم علي أحد والله لو علموا قبيح سريرتي لأب السلام علي من يلقاني ولأعرض عني وملوا صحبتي ولبؤت بعد كرامة بهواني لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني هكذا قال الصالحون وهم يخاطبون رب العالمين سبحانه وتعالى إذن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى السطر أسطر عورتي يعني أسطر عيوبي أسطر ذنوبي لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام ليه ذنوب؟ هل النبي ليه عيوب؟ النبي معصوم صلى الله عليه وسلم من الخطأ وهو أكرم الناس وأكمل الناس صلى الله عليه وسلم لكن كان صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا الدعاء تواضعا لربه سبحانه وتعالى ثم يقوله كذلك ليعلمنا نحن ماذا نقول لله سبحانه وتعالى ومن الأسباب اللي بها الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يسطره إنك تستر خلق الله عز وجل فلما تستر الناس ربنا سبحانه وتعالى يسترك واللي بيفضح الناس ربنا سبحانه وتعالى بيفضحه ولو بعد حين والعياذ بالله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة كان الحسن الباصل عليه رحمة الله تعالى يقول رأينا أناسا كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم ورأينا أناسا لا عيوب لهم فتكلموا في عيوب الناس فذكر الناس لهم عيوبا ولذلك في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب المنافقين المنافق مش زي المؤمن المؤمن ما يحبش أن عورات الناس تكشف وما يفرحش لو ما يلاقي واحد أخطأ في واحد لما يعرف أنه فلان عمل مصيبة ولا عمل ذنب ولا يقول لك شفت فلان ويتكلم وكأنه شمتان أنه فلان داللي كان عامل فيها كذا صالح واش عارف ايه بقى اتضح أنه ياخد اللي تحسبه موسى يطلع فرعون ويا ما مش عارف تحت الايه والكلام بقى اللي يظهر مش حزن لأنه فلان أخطأ لا دا بيظهر والعياذ بالله نوع من الشماتة أنه فرحان في فلان أنه اطلع إنسان عاصي ولا ظهرت عيب من عيوبه ولا كلام من دا فيقول لك المؤمن لا مش كده دا دا علامة النفاق والعياذ بالله علامة أن قلبك مش سليم ناحية المؤمنين من علامة الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك فتحب لنفسك الستر وعدم الفضيحة تحب لإخوانك الستر وعدم الفضيحة هكذا هو شأن الإنسان المؤمن المنافق لا يفضح ويعير المؤمن يستر وينصح يعني لو شاف واحد بيعمل غلط يجيب واخده على جنب كده يستر عليه وينصحه وقول له خد بالك ما تعملش كذا 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 ويسدي إليه النصيحة في الستر تغمدني بنصحك في انفراد وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصحة بين الناس نوع من التوبيخ لأرض استماعة فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تحزن إذا لم تعتطاعة يعني ما تزعلش بقى لو نصحتني في الملأ وأنا ما استجبتش لنصحك إذن فالنصيحة مطلوبة إنما المنافق ما بينصحش المنافق بيفضح ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه أو لم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم أو لا تتبع عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه أو من اتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته يبقى لا تفضح الناس حتى يسترك الله سبحانه وتعالى فشأن المؤمن أنه هو يستر وشأن المنافق والعياذ بالله أنه هو يفضح والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك على قدر ما تستر الناس على قدر ما يسترك الله سبحانه وتعالى يوم القيام النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث يبين لنا كيف يحاسب الله تعالى العبد المؤمن التقي النقي الذي ستر على خلق الله في الدنيا يقول إن الله تعالى يدني العبد المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه وستره يعني يستره سبحانه وتعالى كما ستره في الدنيا إن الله تعالى يعني يستر عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه وستره ويقول له يعني عبدي تذكر ذنب كذا في يوم كذا وتذكر ذنب كذا في يوم كذا وحتى يظن العبد أنه مؤاخذ فيقول الله عز وجل له سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك الله أكبر هذا من أعظم النعم اللي رب العالمين سبحانه وتعالى يمن بها على الإنسان في دنيا وفي أخر أن يمن عليه بالستر في الدنيا وأن يمن عليه بالمغفرة في الآخرة إذن هذا سبب عظيم من أسباب الستر إنك تستر على نفسك إنك تسأل الله الستير أن يسترك دنيا وأخر من أسمان الله عز وجل الستير يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حيي ستير يستحي من عبده إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر وده برضو من ضمن الأشياء هنا بقى الستر الحسي أن الإنسان يستر عورته يعني في بعض الناس ما عندهمش حياء فربما يكشف عورته أمام الناس وربما يغتسل أمام الناس وبعض الشباب يقول لك أصلحنا شباب مع بعض ما فيهاش مشكلة أو بعض الستات أو النساء برضو تكشف عورتها أمام امرأة مثلها بغير ضرورة شوف يا جماعة الضرورات تبيح المحزورات لو أن فيه ضرورة لعلاج أو الإنسان مضطر أنه يكشف عورته أمام الطبيب مثلا خلاص ده الطرار إنما بغير ضرورة والإنسان يستطيع أن يستر نفسه وفيه بديل لهذا فالإنسان لا يكشف عورته أمام أحد فالنبع عليه الصلاة والسلام يقول إذا اغتسل أحدكم فليستتر ما ينفعش إنسان يغتسل أمام إنسان عاريا عورت الرجل ما بين سراته إلى ركبته سواء كان في الصيف في الشتاء في الماصي ما بين السر إلى الركبة احفظ عورتك إلا من زوجتك طيب وعورت المرأة جميع بدنها ما عدى الوجه والكفين الوجه كما قال بعض أهل العلم وبعض أهل العلم اشترط حتى غطاء الوجه والكفين اللي هو من أوجبوا النقاب على المرأة المسلم لكن على الأقل اللي هو يعني ما فيش بعد كده يعني ما فيش عالم من العلماء ذكر إنه يجوز للمرأة تكشف شعرها مثلا محدش أبدا من العلماء ذكر هذا وإنما أقصى ما تكشفه المرأة أمام الأجانب يعني أمام الناس اللي هم غير محارم بالنسبة لها في الشارع في أي مكان الوجه والكفين فقط يعني حتى هذا لا يكشف إنما الوجه والكفين فقط وإنما تبدي زينتها لزوجها ولا يبدينا زينتهن إلا لبعولتهم إلى آخر الآية المباركة وما يظهر للزوج لا يظهر لغير الزوج وهكذا درجات فالشاهد النبي عليه الصلاة والسلام أعلمنا إن إحنا نستر عوراتنا ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى يحب الحياء والستر والله تعالى حي ستير يقول صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حي ستير العلماء يقولون ستير صيغة مبالغة من الستر لأن اسم الفاعل من ساتر ساتر لكن ربنا مش ساتر بس لا ده ربنا ستير كم يستر من المعاصي وكم يستر من العيوب وكم يستر على الإنسان من المخالفات بل يسترك الله عز وجل في طاعتك في طاعتك له سبحانه وتعالى يعني حتى الطاعة بتاعتنا مش كاملة ولولا ستر الله عز وجل يعني لردها علينا يقول ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله في حكمة من حكمه أيضا لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول إحنا أعملنا كلها ناقص ناقصة في الأداء ما فيهاش الخشوع ما فيهاش إخلاص مش ما فيهاش بمعنى معدوم لا يعني ناقصة الإخلاص فيها مش مية في المية الخشوع فيها مش مية في المية الإتقان فيها مش مية في المية قد يصلي العبد فرضا ويؤخر الآخر ودي مشكلة لا فالأعمال نحن ضعفاء القلب فيه نقص والجسد فيه نقص طيب كيف يصدر منا عمل كامل لكن الكريم سبحانه وتعالى بيقبل منا هذه الأعمال الناقصة وبيقبلها منا وبيدنا أجر عليها بإيه بستره سبحانه وتعالى لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلا للقبول لكنه شكور سبحانه وتعالى يقبل منا العمل القليل ويعطينا عليه الأجر العظيم منه سبحانه وتعالى وكان يقول أيضا من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره فالحمد لمن سترك وليس لمن أكرمك وشكرك وهذه أيضا حكمة عظيمة جدا تبين لنا بركة الستر ونعمة الستر على الإنسان يقول لك الناس لما بتحبك ولما بيكرموك ولما بيبجلوك فإنما أكرموا فيك جميل ستر الله لك هم شايفين مميزاتك شايفين أنك أنت مصلي شايفين أنك أنت رجل لم يروا معصيتك فأكرموك وأحبوك طيب أكرموا فيك ماذا جميل ستر الله لك فيقول فالحمد لمن سترك الحمد في الأول والآخر لله الذي سترني سبحانه وتعالى لا لمن أكرمك وشكرك يعني إيه مش هنشكر الناس قال لك لا يعني مش المقصد كده المقصد إن الشكر في المقام الأول لمين لصاحب النعمة الأولى هو الله سبحانه وتعالى ونشكر برضو من يكرمنا ومن يشكرنا ومن يسد إلينا المعروف والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله لكن هو بيقول لك ما تشغلش نفسك أوي بالخلق خل قلبك في المقام الأول معلق بالخالق فلولا أنه سترك ما مدحك هؤلاء فهو الكريم سبحانه وتعالى لولا جميل ستره ما كان عمل أهلا للقبول ويقول من أكرمك فإنما أكرم فيك جميل ستره سبحانه وتعالى فالحمد لمن سترك هذه أيضا نعم عظيمة ومن الأشياء التي تجعل الإنسان يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى لكن من الأشياء التي أيضا ينبغي أن يحرص المسلم عليها ألا يغتر بستر الله عز وجل له كان الحسن البصري عليه رحمة الله يقول كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مغرور بالستر عليه وكم من مفتون بمدح الناس له العبارة كما وردت عن الحسن البصري تماما كم من مستدرج بالإحسان إليه وكم من مفتون بالثناء عليه وكم من مغرور بالستر عليه مش معنى أن الله عز وجل سترك مرة واثنتين وثلاثة إنك أنت تتمادى في المعصية لا تغتر بستر الله عليك وإنما من إذا سترك مرة وسترك ثانية وسترك الثالثة فإحذر أن يكشف عنك ستره إذا تجرأت على معصيته وإذا دمت على معصيته ولكن المؤمن إذا ستر الله عز وجل استحيا من الله فلم يكرر المعاصي ولم يتمادى في المعاصي العلماء كذلك يقولون إن من بركات الستر إن رب العالمين سبحانه وتعالى كما قلنا يسترك في الدنيا ويسترك بفضله سبحانه وتعالى في الآخرة وإن الإنسان إذا فعل ذنبا يعني يستر على نفسه وإنما لا يهتك ستر الله سبحانه وتعالى عليه قيل لأحد السلف كيف يهتك الإنسان ستر الله عليه قال يعمل الرجل الذنب فيستره الله تعالى فيذيعه في الناس وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول يا نساء المؤمنين إذا أذنبت إحدى كن ذنبا فلا تخبرن به الناس ولتستغفر الله ولتتب إليه فإن العبادة يعيرون ولا يغيرون والله تعالى يغير ولا يعير فنعمة الستر نعمة عظيمة وكما قال ابن عطاء الله في هذه الحكمة التي هي من درر الحكمة التي عشنا معها في هذا اللقاء الستر على قسمين فالستر عن المعصية وستر فيها والخاصة يسألون الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق وهؤلاء العامة أما الخاصة فيسألون الله الستر عنها حتى لا يسقطوا من نظر الملك الحق فنسأل الله تعالى أن يسترنا عن المعاصي وأن يسترنا في الدنيا وأن يسترنا في الآخرة إنه حي ستير كريم سبحانه وتعالى إلى لقاء آخر مع درة جديدة من درر الحكم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته